الندوة اليوم هي حول التعدد والتنوع في وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية يعني المطلوب هو مدى حضور الأحزاب مختلف الأحزاب وخاصة الأحزاب الصغرى في وسائل الإعلام الصمعية والبصرية جاءت تشكية كبيرة جدا من قبل هذه الأحزاب إلى درجة الاتهام بأن هناك يعني محاولات ممنهجة لأقصائهم من المشهد وأنه هناك يعني حضور مكثف لقلة من الأحزاب وهذا اللي خلانا نعمل الندوة في سبيل أنه نجمع صحفيين وسائل الإعلام أصحاب وسائل الإعلام وأيضا الأحزاب والمجتمع المدني لمناقشة هذا الموضوع من خلال مرصد الهيئة يتبين أن هذه الخشية أو هناك مؤشرات سلبية فيما يتعلق بالتعدد وتنوع والندوة هي لمحاولة التحسيس بضرورة أن يكون لهذه الأحزاب الحضور في التجارب الديمقراطية العريقة نلاحظ هناك حفظ لحق هذه الأحزاب سواء كانت برلمانية أو غير برلمانية مشاو حتى للمجتمع المدني في سبيل ترسيخ قيم التعدد وتنوع نحن نحاول الآن التحسيس نحاول التعويل على صحفيين على ضمائر صحفيين أنهم يقوموا بدورهم لأنه هذا في صالحهم أصلا كصحفيين أنه التنوع والتنوع والتعدد يكون في صالح الناس الكل يقوموا بدورهم وشفنا أصحاب المؤسسات شفنا أيضا الإشكاليات الاقتصادية التي يتعرض لها بعض وسائل الإعلام وبالتالي هو نقاش في سبيل يعني رسم مشهد ربما يكون في المستقبل أفضل مما هو عليه اليوم مش كيف يفهم التوصيات تقدمها الهيئة رؤسة تحرير وسائل الإعلام هو كيف ما تعرفوا الفطرة الانتخابية جات النصوص تقول أنه تصهر وتضمن الهيئة ولكن في المرحلة الانتخابية في حد ذاتها هناك إلزام وبالتالي نحن لاحظنا أنه هناك إلتزام كبير جدا في المرحلة الانتخابية ولكن ماذا تشكل المرحلة الانتخابية بالنسبة لمدار سنة لا يمكن أن تغير من الخارطة السياسية لا يمكن أن تكرس مبدأ يعني التداول السلمي على السلطة وبالتالي التوصيات سوف تكون المرحلة الانتخابية بالضرورة هناك إنصاف سوف تكون علاقات الانصاف وبالضرورة تلتزم بها مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية وهذا بالقانون ولكن الهدف هو أبعد من هذا وهو كيف نكرس قيم التعدد وتنوع على مدار السلام